أنت اعكس الموضوع خلنا نقول الرجل فتنة ليش نقول المرأة فتنة؟ الرجل فتنة للنساء يعني ليش حلنا نحط دائماً النساء هي الفتنة هي الفتنة حتى الصحيح أن الرجل أيضاً فتنة للنساء هناك من النساء من افتتنت برجال ومعها في عملها ويجالسها ثم تفتتن به أنا أقول لا لا نحط الموضوع فقط بمجرد النساء أن المرأة ضعيفة وتفتتن والرجل هو القوي لا أنا أقول حتى الرجل يفتتن بالمرأة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماضح قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء شو معناته؟ معناته الآن الحديث عن الرجال ليس حديث عن النساء ترى على فكرة الحديث عن الرجال هذا هو دليل على أنه فتنة المرأة فتنة للرجل يعني الرجل هنا هو المناط بهذا الكلام المشكلة هنا ولذلك أنا حقيقة أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم و امرأة دعاها رجل ذا منصب وجمال فقالت إني أخاف الله لأن الفتنة للرجل أعظم الرجل هو اللي ينزلق أكثر المرأة يعني يشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل على أن ننزلق الرجل أسرع من ننزلق المرأة فحنا لما نتكلم ترى كل حديثنا نحن خايفين على رجالنا نحن خايفين عن نسان نسان إن شاء الله محشومات بس أنا أتكلم الآن دم محشومات طيب خلني نشتغل ورجالنا وحي أنت بتحفظ نفسه إن شاء الله حبيبي رجالنا بيضيعون المشكلة الرجالة